أمي هي كل شيء اللي بالدنيا كانت لأنني عشت بعيدة عننا أنا لما تركت أبوي كان عمري سنتين ونص ولما تزوجت غير أبوي كان عمري ستة سنين تعرف حوالينا يعني نحن بحلب لسة شوي كان يعني لهم عادات فكانوا اللي حوالينا كلهم يحطوني وقالوا أمك تركتك وتجوزت أمك ما بتحبك أمك لو بتحبك ما تركتك أمك 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 فأنا تعبيت وانشحنت ضد أمي بعد ما تجوزت إجيت لعنة عم تقل لي اشتقتلك أنا بحبك قلت لها لأ أنت ما بتحبيني أنت لو بتحبيني ما كنتي تجوزتي فصارت تبكي وقعدت هي ونانتي يعني أم الأمي صاروا يحكولي قديش عانت أمي من أبوي خلال هالسنتين ونص يعني فهموني أنه شافت الموت بعيونه قد ما كان ظالم وآسي يضربه ويعذبه لهوجه على قد ما كان بحبه تخيل هو ابن ريف وهي ابنت مدينة ففرق كتير كان بالحياة بين بعضهم الوضع الاجتماعي فهي أخدتني وهربت ورجعت ع حلب لعند أهله وطلبت الطلاق وطبعا طلقها بصعوبة كتير فلما قالولي أنه أمك تعذبت ألبت فورا 180 درجة وتعلقت فيها والحمد لله الله بعث لنا جوزة لأمي من أم بل الرجال ما في منه بالعالم كان أبدا ما حسستني أنه جوز أم فحبيته ورجعت حبه من أول وجديد كأنه تعرفت عليها وأنا عمري ست سنين من أول وجديد لأمي بس ظلت هي بعيدة هي بحلب وأنا بالشام فكنت حاسي دائما أني أنا جوعاني لحظة أمي لم حبت لحنانة كان عندي ولدين وقتل أطلع على حلب حتراسي على رجله عفونا أعسف ما شفعت منها لما توفت حسيت أني أنا خلاص قدت أني انتهت 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 عوضت بولادي بس الأم ما في شيء بالدنيا كلها بيعوض عنها أبدا 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 دائما هلا أبقول أني أنا ما شفعت من أمي يا ريت وقتدي بموت أقدر والسيولادي أنه يدفنوني عنده بحلب بس ما بدي لبكون وحملون عبئ اتلبكوا فيني وياخدوني يا حلب بس قلتي مكان لأنه ما شبعت منه بالدنيا خليني اشبع منه بالآخرة بنام عنده وبشبع منه عاسبي أنا ما بدي ابكي الله يطول بعمرك يا رب والله يرحمه الله يسلمك انت صارت عندك نقلة حتى بطريقة تفكيرك اعتقد بعد وفاتها ماما كانت تمسكة بدينا كتير 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 وكانت تزعل بني دائما لأني أنا بطلع بالغطاء وما كنت صلي ولا كنت صوم ولا شي اخواتي كلهم حجبات وملتزمين دينيا فقبل ما تتوفى قالت لي وعديني انك تصيري تصومي وتصلي قلت له خلاص ماما ان شاء الله ان شاء الله فبعد ما توفيت بدي اعمل اي شي حتى ترضى عني لانه هي ما كانت رضياني عن وضعي وعن حياتي وعن بيئتي فحاولت اعمل اي شي انه يريحة بقبرة ترضى عني وما تزعل مني صرت تصلي صرت تصلي وسوم هلا هي كان بدي يعني اتحجب بس ما بعرف ليش كان يعني كنت حس انه الحجاب تقيل علي ما بعرف ليش فكل ما سمعت حدا تحجب بمبسط بقول يا ربي دخيلك انا ممكن يجي يوم وتحجب ليش ما تحجبت يرغم انه اخواتك كلهم محجبات وانتي نفسك بالحجاب نفسي بالحجاب بس ما بعرف ليش يمكن الله مراد يمكن تأصير مني ما بعرف يعني انا كل ما شفت حدا تحجب بقول له ان شاء الله ادعو لي لحتى مرة من مدة تحجبت فنانة عندنا اسمها هلا يماني هلا يماني حبيبة قلبي تحجبت ضليت دوع رقم حتى لقيته بسطت فيها كتير 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 صبية ومثل الامر وبعزة وبعز شغلة وتحجبت والتزمت قلت له هلا ألف مبروك دعيلي قبي انتي عم تصلي دعيلي الله يهديني وتحجب وبتمنى في يوم الأيام انه قوموا الصباحيك لأي حالي حاطة لغة طومت حجبة شاء الله يا رب شكرا لكم